السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة ونتحدث اليوم عن محاضرة مهمة تلي المحاضرة وتتواصل مع المحاضرة الأمس فبالأمس تحدثنا عن آداب الاستئذان عند الزيارة ومحاضرة اليوم بعنوان الاستئذان في أوقات الخلوة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من سورة النور يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العظيم وبتحليل بعض الألفاظ لهذه الآيات الكريمات نقول وبالله التوفيق ليستأذنكم اللام لام الأمر ليستأذنكم لام الأمر والسين والتاء هنا للطلب أن يطلبون الإذن والإذن هنا يراد به الإعلام بالحضور والسماح للمستأذن بالدخول أي أن المعنى يراد به ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإيماءكم وصغار أطفالكم الحلم بضم اللام طبعا معناه الرؤية في المنام والحلم بكسر الحاء الإناتة والتعقل يقول حلم الرجل يعني بالضم إذا صار حليما ومعنى كلمة عورات جمع عورة وهي الخلل وفي الصحاح أعور الفارس إذا بدى فيه خلل للضرب أو أعور الفارس وأعور المكان إذا اختل حاله وبدأ فيه خلل يخاف منه العدو انظر إلى قول الله تبارك وتعالى يقولون إن بيوتنا عورة وقال القرطبي في هذا الأمر عورات جمع عورة والصحيح أن يأتي بفتح العين في وزن فعالات مش فعلات مش فعلات أو فعلات لا فعلات زي كلمة جفنه وجفنات ومثل هذا القول العشاء المراد به العشاء الأخيرة وسمي العتمة عند بعض العرب قال القرطبي في هذا أيضا الله سماها صلاة العشاء فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بما سماها الله تبارك وتعالى فكأنه نهي إرشاد إلى ما هو الأولى وليس على جهة التحريم فالعرب كانوا يسمونها العتمة وفي الحديث الشريف من صلى العشاء من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ومعنى كلمة طوافون فهي جمع طواف طواف بتجديد الواو أي الذي يدر على أهل البيت للخدمة والطواف في الأصل الطواف هو الدوران الطواف حول الكعبة كلنا عارفينه طبعا وسمي ليه بالطواف أو الطواف لأنهم يذهبون في خدمة السادة ويرجعونه ومنه الحديث في الهرة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات على الهرة المراد في الآية أنها خدمكم أنهم خدمكم يدخلون عليكم ويخرجون للخدمة فلا حرج عليهم عليكم ولا عليهم في الدخول بلا استئذان في غير هذه الأوقات وأما معنى كلمة القواعد فالقواعد جمع قاعد مش جمع قاعدة جمع قاعد زي امرأة حائض امرأة طامث وحسف الهاء من هنا ما قلناش ليه قاعدة قلنا قاعد امرأة قاعد لأن ذلك يدل بالحسف طبعا يعني حسف الهاء يدل على قعود الكبر زي ما قالهم امرأة حامل وقيل في القاموس إن معنى القواعد أو القاعد أي التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج والمراض بهن في الآية العجائز اللواتي لم يبق لهن مطمع في الأزواج لكبرهن ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن غير متبرجات فأصل التبرج هو التكلف في إظهار ما يخفى من الأشياء فكلمة التبرج تدل على الظهور والانكشاف ومنها حتى قول الله تبارك وتعالى بروج مشيدة فالتبرج في الآية هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والمعنى الإجمالي لهذه الآيات التي تشير إلى الاستئذان في أوقات الخلوة يقول سبحانه ما معناه يا أيها المؤمنون وبرضو آيات الأمس ابتدأت بقوله يا أيها الذين آمنوا مثل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أيضا ليستأذنكم الذين ملكت آمنكم فالنداء للمؤمنين للاختصاص يا أيها المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسوله وأيقنوا بشريعته نظاما ودستورا ومنهاجا ليستأذنكم في الدخول عليكم هؤلاء العبيد والإماء الذين تملكونهم بملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال من الأحرار فلا يدخل عليكم في هذه الأوقات السلافة اللي هي وقت الفجر وقت الظهر وقت العشاء إلا بإذن منكم لما؟ ما الحكمة؟ لأن هذه الأوقات أوقات خلودكم إلى النوم والراحة والإنسان عندما يخلد إلى نومه وراحته غالباً ما يغتل فيه تسطره فيكشفوا عنه غالباً بعض من جسمه إن لم يكن جسمه كل فعلموا خدمكم وعبيدكم وصبيانكم ألا يدخلوا عليكم في مثل هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان وأما في غير هذه الأوقات فلا إثم ولا حرج عليكم ولا عليهم في الدخول بغير إذن لما؟ لأنهم يقومون على خدمتكم والله لا يكلفكم ما فيه حرج أو ما يضيق فيه عليكم فتشريعه سبحانه من أجل صالحكم أما إذا بلغ الأطفال مبلغ الرجال فعلموهم الأدب السامي إيه هو الأدب السامي؟ اللي بيخص عليه الإسلام دوماً ألا يدخلوا عليكم إلا بعد الاستئذان كما أمر الكبار من قبل هذا هو أدب الإسلام الذي ينبغي أن نتمسك به كمؤمنين طب والعجائز التي لا يرغبن في الزواج ولا يطمع فيهن الرجال لكبرهن إن عدمت فيهن بمعنى صح دوافع الشهوة والفتنة والإغراء ألف لا حرج ولا جناح عليهن أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء كالجلباب ويظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباها ولا تثير شهوة طب هل معنى كده يا بقى ياخد روحيتم ألوى إذا بلغن في التسطر والتعفف ولبسن الجبال الذي تلبسه الشابات من النساء فذلك خير لهن وأكرم وعند الله أسكى وأطهر والله يعلم خفايا النفوس فاكتنبوا سخطه وعقابه وقد ورد الكثير من أسباب النزول في هذه الآيات وهي آيات الاستئزان فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظاهرة ليدعوه فوجده نائما قد أغلق عليه الباب فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت فخر ساجدا شكرا لله تعالى وروي أيضا أن أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها غلام كبير لها في وقت كره الدخول له فأتت رسول الله فقالت إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآيات ومعنى ذلك أنه قيل سببان مر عند دخول غلام من الإنصار إلى سيدنا عمر بن الخطاب ومر عند دخول غلام كبير على أسماء بنت أبي مرثد ومعنى ذلك أن الآية عندما قالت يا أيها الذين آمنوا فصرها العلماء على أنها تشمر الرجال والنساء معا ما حدش أقول لي أيها الذين آمنوا خصة بالرجال بس طب ما نزلته من ضمن أسباب النزول إن دخل غلام كبير على أسماء بنت أبي مرثد في وقت كرهت دخوله يعني التفسير واضح لهذا الأمر أيضا هناك عديد من نكات البلاغة ولطائف التفسير في هذه الآيات منها قول الله سبحانه وتعالى منكم في الآية اللي بتقول والذين لم يبلغوا الحلم منكم وهذا اللفظ منكم دل على أن المراد به الأطفال من الأحرار فالله سبحانه وتعالى ذكر العبيد والإماء بقوله ملكة أيمانكم ثم عقب ذلك بقوله منكم فدلت هذه المقابلة بين الطرفين على أن المراد به الصغار من الأحرار من لطائف التفسير أيضا قول الله تبارك وتعالى ثلاث مرات طيب هل يقصد يعني يستأذنه ثلاث مرات ولا يقصد إيه بهذا اللفظ فقالوا ليس المقصود المرة وإنما المقصود الوقت أي ثلاثة أوقات هذا هو معناها فثلاث مرات يقصد بها ثلاثة أوقات بدليل أن ربنا قال بعد منها مباشرة وقت الظاهرة ووقت العشاء ووقت الفج وهي أوقات الراحة والنوم طيب أمال إيه الحكمة في أن ربنا يعبر عن هذه الأوقات بكلمة مرات ما كان ممكن يقول ثلاثة أوقات وخلاص ده في تصور البعض نقول قال أبو الصعود التعبير عن الأوقات بالمرات للإيذان بأن مدار وجوب لاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمقاطبين لا أنفسها مش المقصود المرة أو المقصود إيه لا ده المقصود بيدور الكلام حول وجوب لاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمقاطبين طيب أيضا ربنا قال من قبل صلاة الفجر الوقت محدده وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ليه ما قالش ووقت وضع ثيابكم من الظهيرة ليه الوحينة الحتمة من كلمة وحينة قال بعض العلماء أن كلمة حينة هنا تعبر عن أن البعض يخلع ثيابه وقت الظهيرة والبعض الآخر لا هذا التفسير وتفسير آخر قيل إن وقت الظهيرة غير محدد للجميع فوقت الظهيرة ده قد يكون وقت الظهر وجايز واحد يقول لا ده بعد الظهر بساعة جايز يقول التالت يقول أنا بريع بعدها بساعتين يعني قرب صلاة العصر وهكذا عشان كده حين أي الوقت الذين تختارونه لأنفسكم بأن تضعون ثيابكم من الظهيرة وده برضو بيشير في تفسير رابع إلى قلة الزمن الذي ترتاحون فيه وتخلعون ثيابكم من الظهيرة ففي واحد ييجي مش عايز يناب لكن مجرد يخلع ملابثه ليحص بأنه يفصل بين عمل الصباح وعمل المساء بأنه يريح بس نص ساعة كده يقعد كده بس يفرد جسمه وهو يخلع ثيابه أما العشاء طب والفاجر فقال ده وقتهم وقت ظاهر لا يحتاجوا إلى تصريح ده معروف إنما إذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان وما دم كده قال على استئذان وقت ما هو احتمال يكون قاعد يبقى من باب أولى وهو نايم وقت العشاء ووقت الفجر لأن ده وقت خلود إلى الراحة والنوم وغالبا ما يتكشف فيهما الإنسان بعكس وقت الظهيرة قد يتكشف وقد لا يتكشف يمكن قاعد كده بس في جلابيته واخد راحته كده الإنسان رجلا كان أم امرأة وبعد ما تخلص الثلاثة أوقات دي ربنا يقول سبحانه وتعالى ثلاث عورات لكم ما قالش ثلاثة أوقات لكم ألا عورات طب إيه الحكمة بإنه يطلق على هذه الأوقات الثلاثة كلمة عورات إيه الحكمة اللي المبالغة لأن كأن هذه الأوقات هي أوقات هي أورات بالفعل وطبعا المقصود ليس الوقت هو العورة وإنما يعني زي ما بنقول اللي وراء اللفظ إيه اللي وراء اللفظ إنك أنت اللي كاشف العورة في هذه الأوقات فكأنك جعلت من هذه الأوقات عورة فوجب الاستئذان مش بالاختيار وإنما بالوجوب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة من هؤلاء عند الدخول بالاستئذان لأنها أوقات ظهور عورات فلابد من الاستئذان ولابد من المبالغة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة طيب أيضا هناك لطيفة تفسيرية رائعة لكلمة والقواعد من النساء طيب ما تقالش ليه والنساء الكبيرات وخلاص إيه حكمة والقواعد قيل من بعض العلماء زي ما قال ابن قطيبة على سبيل المثال إن العجائس قواعد ليه؟ لأنهن يكثرن من القعود في البيت طيب ليه بيكثرن لكبر سنهن فالمراد بكلمة والقواعد من النساء أي العجائس هذا وفق ما يراه ابن قطيبة ابن ربيع قال سميت العجائس قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث آيسنا خلاص ولم يبق لهن طمع في الأزواج ندل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والتي لا يرجون نكاحا فهذا هو التفسير بتاع ابن ربيع اللطيفة التفسيرية التالية قول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعنا ثيابهن أن يضعنا ثيابهن نركز في معنى هذه الكلمة أن يضعنا ثيابهن الثياب كله ولا جزء من الثياب إنها تخلع جزء من الثياب وتبقي على الباقي فرأى البعض أن المقصود بكلمة يضعنا ثيابهن أن يضعنا جميع ثيابهن هذا هو المقصود واللفظ يعني تجلس عارية وإنما المرادة بعضها أيضا في نظر البعض الآخر كالجلباب إنها تخلع الجلباب والرداء يعني تخلع الهدوم الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة فهنا بيسمي علماء البلاغة مجاز مرسل لا 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 قاله دا إطلاق الكل وإرادة الجزء يبقى أسمه مجاز مرسل إنه يطلق الكل إنه هو أن يضعنا ثيابهن يعني كل ثيابهن ويقصد بعض ثيابهن فده اسمه مجاز مرسل إذ أطلق الكل وأريد بهذا الإطلاق الجزء أي بعض ثيابهن فالغالب في تفسير بعض العلماء أن يضعنا ثيابهن أي بعض ثيابهن وأما قوله تعالى وأن يستعففن خير لهن قال بعض العلماء إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيرا لهن فما ظنك بذوات الزينة من الشواب وأبلغ من هذا أن التسطر والتحفظ إن كان مطلوبا من القواعد فكيف بالكواعب يعني خدوا بالك يا جماعة نخرج بهذا التفسير الرائع من هؤلاء العلماء بهذه الجملة يعني إذا كان أن يستعففنا اللي هو القواعد خير لهن طب فما بالك بقى بذوات الزينة البنات الصغيرة أو السيدات الصغار السن أو ممن يشتهينا وإذا كان التسطر والتحفظ مطلوبا للقواعد فكيف بغير القواعد أي بالكواعب ناخد بنا من هذا التفسير عشان ما حدش يجي يقولوا فيها إيه لما تزين أنا بنتي بنت صغيرة وخلونا زينها عشان تتجوز أو عشان لسه متجوزة جديدة أو الكلام اللي هو قد يخرج بنا عن منهج المنهج المقصود إسلاميا أيضا من اللطائف التفسيرية في هذا القول وأن يستعففنا خير لهن قال إذا كانت العجوز لا تشتهي لا تشتهى غالبا فإن بعض النفوس الضعيفة المريضة قد تميل إليها وتشتهيها ولذلك ربنا قال وأن يستعففنا خير لهن ينبغي لها الاستعفاف فما بالك بغيرها يعني إذا كان هذا اللفظ للعجوز القاعد من النساء فما بالك بغير القاعد اللي هي الكاعد كما يطلق عليها كما يطلق عليها جمهور الفقهاء نأتي لبعض الأحكام الشرعية لهذه الآيات فأكرر ما قلته بداية وأقول يا أيها الذين آمنوا هل هو خطاب للرجال فقط أم لهما للرجال والنساء فقلت بعض الناس قالت ده ظاهر الخطاب أنه للرجال فقط بينما قال المفسرون أذا كانت ده سبب النزول وجود أسماء بنت أبي مرثد فيكون المراد النساء والرجال معاً لأن التذكير يغلب التأنيث إذن فالتذكير في كلمة آمنوا للرجال لكن يغلبوا فيه وجود التأنيث معاً فالخطاب هنا يكون بطريق التغليب الفخر الرازي بيقول إيه في هذه النقطة قال الأولى عندي أن الحكم ثابت في النساء بقياس جلي إيه هو؟ قال ذلك أن النساء في باب حفظ العورة أشد حالاً من الرجال فهذا الحكم لما ثبت في الرجال فثبوته في النساء بطريق أولى يعني دي نقطة جميلة من الإمام الفخر الرازي أبو الصعود قال الخطاب إما للرجال خاصة والنساء داخلاتهم في الحكم بدلالة النص أو للفريقين معاً بطريق التغليب وده في تفسيره الرائع تفسير أبي الصعود وفي بعض المفسرين اختاروا رأياً آخر قالوا أن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ليس خطاباً للذكور بطريق التغليب وإنما هو خطاب لكل من اتصف بالإيمان رجلاً كان أو امرأة وبناء على يشمل الرجال والنساء معاً فالمعنى لهذا المدخل في الآية يا من اتصفتم بالإيمان وصدقتم الله ورسوله ليستأذنكم في الدخول عليكم عبيدكم وإماءكم إلى آخر الآية وهذا يعني أنه يشمل الذكور والإناث معاً ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ما المراد بهذا اللظف؟ ملكت أيمانكم المراد به غالباً الزكور الحكم هنا خاص بالزكور سواء كانوا كباراً أم صغاراً هكذا قال أهل الظاهر من التفسير ومنهم مجاهد وابن عمر أما الجمهور فقال عام هذا كلمة ملكت أيمانكم أي ذكوراً أو إنافاً من الأرقاء الكبار منهم والصغار كلمة الأرقاء هنا سواء كبيراً أو صغيراً وهذا ما اختاره جمهور المفسرين وانضم إليهم الطبري فكما أن الأطفال الصغار لا يحسن دقولهم بدون استئذن على الكبار في أوقات القلوة فكذلك لا يحسن دخول الخادم الأنثى يعني ما حدش يقول ده غدامة وما يجريش حاجة ما تخش على زكتي لا أهي تشمل هذا اللفظ يشمله هائد لأن هذه الأوقات زي ما احنا بنقول أوقات تكشف في الغالب أوقات تكشف في الغالب يعني الإنسان بيكشف نفسه لنفسه في الغالب فما يصحش أنه يدخل حتى لو كان الخادمة أنثى نعم حتى لو كان الخادمة أنثى فالإنسان كما يكره الطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً الطلاع النساء على أحواله كذلك ابن جرير الطبري قال وأولى القولين المذكورين عندي هو أن اللفظ يشمل اللي هو ملكة أيمانكم يشمله الذكور والإناث معا طب ما حكمتك في هذا القول قال ده ربنا عمى بقوله الذين ملكت أيمانكم أي جميع أملاك أيماننا فما خصش منهم الذكور وترك الإناث بل إن الأمر يشمل اللفظ كما يرى أيضاً ظاهر التنزيل وهنا توجد لفتة جميلة من بعض العلماء قالوا إزاي يخاطب الصغار بكلمة بقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية ورغم إنهم غير مكلفين ما جاموا لم يبلغوا إزاي الأمر يشملهم إزاي قالوا إيه قالوا والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني إزاي طب ده هم غير مكلفين الصغار زي ما احنا عارفين لأنهم لم يبلغوا فكان الرد من العلماء أنه وإن كان صاهره للصغار الذين لم يبلغوا الحلم إنما المراد به الكبار فقد أمر الله الرجال أن يعلموا نمر واحد مماليكهم نمر اثنين خدمهم نمر ثلاثة صبيانهم ألا يدخلوا عليهم إلا بعد الاستئذان فالظاهر في الآية أن الله يوجه خطابه للصغار إنما في الحقيقة الله سبحانه يوجه خطابه للمكلفين الكبار انظر أيضا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بيقول إيه بيقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر طب ما هو المخاطب هنا الكبار مش الصغار ولو أن الأمر يخص الصغار لكن المخاطب هم الكبار شوف ما أنت تقول للرجل إيه ليخفك أهلك وولدك ليخفك يخاف مين يخافوك أنت ولدك يخافك طب ما هو يخافك يعني أنت اللي تخوف يعني القطاب لك وليس لولدك نعود أيضا في هذا الحكم إلى الاستئذان هنا ليستأذنكم قلنا في البداية إن اللام لم الأمر وبناء عليه فظاهروا الأمر في قوله ليستأذنكم أنه للوجوب وهذا ما عليه بعض العلماء وعليه أغلب العلماء لكن الجمهور على أن هذا الأمر اللام هنا للاستحباب والند فإذ هو للتعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب فالبارغ يستأذن في كل وقت أما الطفل والمملوك فيستأذنان في العورات الثلاث المذكورات روي عن ابن عباس أنه قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليه وأشار إلى جارية عنده كانت صغيرة في السن والآية محكمة ما فيش نسخ لها رغم أن البعض قال لي لا ده تنسخد بعمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول الذي كان جاريا على خلاف ذلك بينما قال آخرون إن هذا كان في العصر الأول لأنه لم تكن هناك أبواب تغلق ولا سطور ترخى واستدلوا بما رواه عكرمة أن نفر من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم إلى آخر الآية فابن عباس قال إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب السطر وكان الناس ليس لبيوتهم سطر ولا حجاب فربما دخل الخادم أو الولد و على الولي الأمر فالصحيح في هذه الآية فالصحيح في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أمران بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالسطور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد السؤال الذي يلي ذلك ما سن البلوغ الذي يلزم به التكليف سؤال رائع من البعض ربنا بيقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إذن الطفل يصبح مكلفا بمجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصبية إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجارية أي الفتاة إذا احتلمت أو حاضت أو حملت فقد بلغت فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبية أو الجارية سن التكليف هذا ما أجمع عليه العلماء ولم يختلف فيه أحد بس اختلفوا في تقدير السن اللي يصبح فيها مكلفا على رأيين مذهب الحنفية قال إن الطفل لا يكون بالغا حتى يتم ثمانية عشرة سنة بالدليل إيه ألوى لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة بينما المذهب الإمام الشافعي والحمبلي فيرى أنه إذا بلغ الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغ فودي رواية أيضا من إحدى الروايات التي وردت عن أبي حنيفة واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرد على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أخذ وله أربع عشرة سنة فلم يجز وعرد عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازة والقصاص في تفسيره أحكام القرآن يقول إن معنى قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمستاشر سنة إذا لم يحلم أو يحتلم قبل ذلك ما الحكمة قال لأن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها أو لم يبلغها وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهات كثيرة رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم فلم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها طب أما حديث ابن عمر ده ألف أنه عرض عن النبي يوم أحد يوم أحد إلى آخر الحديث ده ألف أنه مضطرب ليه؟ ألا أن الخندق كان في سنة خمس وأحد في سنة سلاس فكيف يكون بينهما سنة هذا هو رأي الجصص ونحن نرجح في النهاية قول الجمهور ليه؟ لما علمنا أن مثل هذا إنما يضبط بحكم العادة وقد جرت العادة في الأغلب على الاحتلام في مثل هذه السن فيكون هو سن البنوخ المعتبر في التكليف وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى بقول الصاحبين وهو رواية عن الإمام أحمد الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا فيكون هو المعتبر هذا يقودنا إلى سؤال آخر هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعة؟ قال بعض العلماء إن معنى والذين لم يبلغوا الحلم منكم أي من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح وإن لم يكن من أهل التكليف ليه؟ يقول على سبيل التعليم فالله سبحانه وتعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات وقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نعلم الصبي إذا عرف يمينه عن شماله وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يحتلم أبو بكر الراضي قال إنما يؤمر بذلك على وجه التعليم والتأديب فيقول أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفورا منه فهذه الأراء واضحة لحضراتكم تمام الوضوح أيضا دار استفهام حول معنى وضع الثياب في الآية الكريمة فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فقال البعض إن الآية دلت على أن المرأة العجوزة التي لا تشتهى والتي لا يرغب فيها في العادة لا إثم عليها في وضع الثياب أمام الأجانب من الرجال بشرط عدم التبرج وإظهار الزينة وليس المراد طبعا قالوا إن تخلع المرأة كل ما عليها من ملابس لدرجة التعريف إن ذلك لا يجوز للعجوز ولو كان أمام محارمها فكيف بالأجانب ولذلك اتفق الفقهاء والمفسرون على أن المراد بثياب في هذه الآية الجلباب التي أمرت المسلمة أن تخفي به زينتها في قوله تعالى في سورة الأحزاب ويدنين عليهن من جلابيبهن وهذا الإذن في وضع الجلاليب والخمر ليس إلا لأولئك النسوة العجائز التي لم يعدن يرغبن في التسيين وانعدمت فيهن الغرائز الجنسية غير أنه إذا كان لا يزال في هذه النار قبس ويكاد يميل بالمرأة إلى إزهار زينتها فلا يصح لها أن تضع جلبابها وقال القرطبي من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يسفانها فقد رؤيا في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر ونساء كاسيات عالية ثم مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة الإي إلى آخر هذا الحديث قال ابن العربي وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهم وإنما وصفهن بأنهن عريات لأن الثوب إذا رقى يصفهن ويبدي محاسنهن وذلك حرام نخلص مما سبق إلى أن الإسلام رسالة إصلاحية فاطلة وآداب اجتماعية سامية ومثل إنسانية رفيعة تحوي خير ما في التشاريع من نظم ومبادئ وخير ما في الأديان من سمو وأخلاق فتعالمه الرشيدة فتعاليمه الرشيدة تدعو إلى الكمال ومبادئه الإنسانية تهدف إلى الإصلاح وإن شئت فقل إنه رسالة الفضائل على الإسلام يعني رسالة الفضائل والآداب بل رسالة الحياة ففي هذه الآيات الكريمة دعوة إلى الآداب الإنسانية وهي آداب البيوت فما بالكم وقد اختلت الآن الموازين في آداب الخروج وآداب السير في الشوارع نأمل من سيدات المجتمع أن يعودنا إلى ستر أنفسهن بعد أن يسمعنا حكمة التشريع هذا جزء من الآداب الاجتماعية وهي آداب الاستئذان عند دخول البيت وآداب داخل البيوت فبالأمس شرحنا الآداب عند الاستئذان لدخول البيت واليوم تناولنا الاستئذان داخل البيوت معنى ذلك أن الأداب الإسلامي الرفيع لا يوجد مثله عند غير المسلمين وهذا فخر وشرف لنا بأنه يسمى الإسلام دين الأدب ودين الستر دين الحشمة ودين الوقار فهو يأمر بغض الأبصار عن عورات الناس ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة اكتشاف العورات مظنة فما بالك بمن يجري وراء بمن تجري وراء كشف العورات في الشوارع والطرقات وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يحل إلا باستئذان الخدم والصغار في كل حين منعا للحرج ليه؟ ليه دوت في كل حين لأنهم كثيروا الدخول والخروج على أهليهم بحكم صغر سنهم وقيامهم بالخدمة ومن ثم فالحرص على سطر العورات وإزالة الحرج والمشقة عن الناس شيء ضروري ومهم ثم نأتي في الختام بأن نقول إذا كان الإسلام قد دعا إلى إخفاء الزينة منعا لإثارة الفتن والشهوة فمن باب أولى أنه يدعو إلى التحجب الكامل إلى التحجب الكامل والتسطر الشامل ويستثني العجائز اللواتي لا يحركن شهوة ولا يصرن فتنة فيسمح لهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية على ألا تتكشف عوراتهن ولا تظهر زينتهن وخير لهن وهن العجائز المسنات أن يبقين كاسيات متسطرات محتشمات بثيابهن الفتفاضة فذلك هو أدب الإسلام وذلك هو استعفاف المؤمنة الطاهرة التي تريد أن تحفظ نفسها وتصون كرامتها وهو ما سمه القرآن بالاستعفاف أي طلب العفة وإثارها على حب الظهور وذلك لما بين التبرج والفتنة من صلة وبين التحجب والعفة من صلة وكفى بذلك برهانا على سمو الشريعة وتهر مقصدها ونبل غايتها فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته